تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال تطوير وتوسيع تشارع زهراء المعادي ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة والتي تقوم بها الدولة لربط محوري الأتستراد وزهراء المعادي بمحور حسب الله الكفراوي وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة كما شهد محافظ القاهرة أعمال نقل الأشجار الموجودة بالشارع إلى شارع الخمسين بالبستين وأكد محافظ القاهرة أن معدات نقل وإعادة زراعة الأشجار تعد سابقة تستخدم للمرة الأولى على مستوى الجمهورية